يعني اللي عنده وما هو بيه واللي ما عنده أنا بنصحه يعمل رسم عن جد تشبهني من الحبيبين الرأس يعني نوال يعني اليوم مخال تواجدنا عندك بالبيت شفنا هيك شي مميز الصورة لقلك قلتلك مين رسملك إياها قلتيلي أنا فالعدد كتير كبير من الأشخاص ما بيعرفوا أنه نوال كامل غير تمييزها بالتمثيل كمان اليوم رسامة هي صارت بكورونا أول كورونا أول الحجر إذا بديك أنه قاعدين بالبيت وهيك وعم بحضر يوتيوب وشفت بانتر عم بيرسوم وهيك فحبت عشقت يعني وكان عندي الأدوات لأخيي كمان بيكتب إيكون وهيك فقلت بدي جرب وجربت وبعدني لهلأ يعني عملت كتير لوحات وبعدني عم برسم لهلأ تشبهني؟ هل يعني أخدت الخطوة ترسمي حدا تاني بورتريت تاني غير أنت؟ لا أنا قدامت جفتات تابليات من عندي بس مش مش بورتريات يعني لا قدامت رسمات أنا عملتها عرفتي أبستركت وهيكي فلأ وبعد ما خطر بالك أنت يعني ما بديك تتوسق من حالك أنك أنت صرت منيحة إذا بدك تعملي شي بورتريت تكوني عقدة يعني لأنه تبورتريت منه هين وبيقولولك أنه الفنان يعني لازم يعمل بورتريت تبعه تيبين مزبوط أنه صار عطريق الاحتراف يعني من هو الفناني اللي بروق لأعصابه لنوال كامل ويخليها تمشي موضوع الرسم؟ بتعرفي أنا عم برسم لا ما بسمع موسيقى أنا لأنه بحشق الموسيقى كتير 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 يعني إذا بدي اسمع موسيقى بدي روح فيها عرفتي بصير مركزة هونيك يعني فمام بتشتت في خصوص الغينة شفنا نوال بتغني طبعا ليك ربنا وقتها بيعطي موهبة لإنسان ما بيعطي موهبة أو موهبة نقصة بيعطي الموهبة وبيعطيها فائد بيعطيها أكتر من موهبة بس الإنسان هو بدي يكتشف شو عنده مواهب ويستغلن يستثمرن يعني يشتغل علين لما أنه صوتك حلو اليوم إذا عمل برنامج المواهب للأشخاص يلي فوق الأربعين هل معقولي نوال تاخد هيك خطوة وتشارك ببرنامج المواهب؟ ما بعتقد يعني أنا لأنه صوت بتاع في أواشي العمر بيأثر على الصوت والحكي كتير بيأثر على الصوت وهيك سواء أنا صوت تغير شوي عرفتها فما بعرف يعني ما بسترجع لك إيه إلا إذا حدا يمكن سمعني وقالي لأ إنه مع شوية تمرين بيرجعوا الأوطار بيشتغلوا بيفتحوا مين أكتر فنان بتحب تغنيه؟ لايكي أنا كتير بحب فنانين بس يمكن أكتر شي وهلأ بستفقده كتير وملحم بركات الله يرحمه كل اللي بيشوفك بيشوفك بيحبك بحب ملحم زين مسلا مسلا أكيد ما رح غنيله لو ملحم بحب واق الكفور بما إنه قاعدين وجنبك الكتب خبرينا اليوم أي كتاب من هوض الكتب ترجع بتقريه لأنه هيك يمكن عزيز على قلبك أو برجعك لذكريات معينة أول شي في كتاب لتاريزة القابلية اللي هو السيرة السيرة الزيتية طبعا تاريزة بحبه كتير 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 وفي كتاب اسمه فرح الإيمان بهجة الحياة لفرانسوا فاريون كمانا كتير بتحب رجع أقراه يعني وكل الكتب الروحية إذا بدك هولي الكتب الروحية أوكي هولي كتب بيبلية يعني كلها بتشرح البيبليا مثل هول هولي كمان عن العقائد كتب عقائدية في تحت كتب لعدة أديان مختلفة كلها موجودة مع كتاب ألف ليلي وليلي وفي كمان كتب هيك للرسم وغيره وفي موصوية لبنان شو ما أقول هيك تكشفي لنا عن حياتك ياللي بعيدة شوي عن الأضواء أنا ما عندي تكتم أبداً لا لا يعني إجمالاً حياتي كتير طبيعية يعني أنا بقوم بشتغل بالبيت بطبخ برسم بقرأ بتأمل هاي دي إذا كنت بالبيت يعني وإذا كنت بالشغل متل كل العالم بروح على شغلي على التصوير كان مسرح تليفزيون شو ما كان إذا صار فيه يمكن روح أحضر مسرح أحضرت سينما افتتحات يعني بصهر عندي أصحاب من الحبيبين الرأس يعني فهيك عادي لأ عيشي حياتي كتير طبيعية عيشي أنا وخيي بالبيت جوزت مرة بحياتي وقالله يرحموا توفق ونفصلت بكير يعني ما عشت فترة أنا وإيال اشتركوا في القناة